المسلاك. هلأ عم بقول لي انه هيدا الفيديو عم بيتناولو على سوشيال ميديا بتكا انه انت عم بتحرضي اه كانو انا يعني هو كانو مبين انا عم بطلب من يعني كانو المتظاهرين سكروا الطريق كرميلي كان انا طلبت منه نسكروا الطريق كانو يعني يعني كانو هي لا لا انو لجويس عقيقي سكروا الطريق او لا ام تي في او شي خليني اوضح الامور متل ما هي اولا هنه هنه كونفوا موكب سيارات هنه عم بيوصلوا في محلات بيسكروا محلات لا انا كنت بنقطة جلديب كانو زملتانين معي قطعوا من حدنا ما وقفوا جات ركضت تحت الشتاء واخدنا موبيلات وصارت قصة كانو هنا ليش لانو انا القيت انو الاوتوسترات بلاش يسكر يعني اطلعت قلت له لاروات جيرمان وسيلي هو زمير الكاميرامان انو سكروا الطريقة هيقتن خيال نركض راقدين تحت الشتاء اخد موبيلات هو راح وجات انا دبرت حالي بموبيلات ووصلت وصلت انا صرت على اخر اخر الخمس دقايق تبعون للشباب يعني هنه عم يسكروا من خمسة لعشرة دقايق يعني كانوا راح يظهروا اكزاكلي كانوا راح يظهروا وهن بدون يعطوا ميساج عبر الاعلام انو نحنا ما عم نسكر طريق بشكل كله انما فقط عم نعمل كونفوا منمشي شوي منرجع منسكر شوي منرجع منمشي بس نحنا ما عم نعمل مثل مبارح عم نسكر طريق بشكل كامل سو وصلت انا عم قلن لشباب الرجي طلعوني هنه مسكرين قصد كرمالي رجي هو الارسال بس الارسال الاخبار عم قلن بليز المقصود بكرمالي يعني هنه صاروا على حفة الوقت تبعهم صار لازم يمشوا وانا لازم اطلع على الهواء قبل ما هنه يتخطوا الوقت اللي عم بيسكروا فيه الطريق ويجي الجيش عليهم يفكر الجيش انو هنه عم يقطعوا الطريق بشكل كامل وبالتالي يصير فيه مسئولية عليهم سو هاي هي بليز لاللي عم بيكتوب ولياللي عم بيحط الفيديو فيرل صار فيديو فيرل حقهم بالنهاية بس انو انا لا كرمال جويس لا انا بقول لحد اسكر طريق كرمالي ولا كرمال ام تي في ولا نحن صرنا هلا كأنو متواطئين هيدا مين كنت عم تنجزي هيك بيديك وليش اوكي انا كاستم بيان شوي بالفيديو انا بدي اقول عم بعمل هيك بس اعمل هيك يعني بلش الهواء طبعا زي لما عم بيصرخ فعم بنجزو انو انا صرت على الهواء انتبه ما بقى تصرخ يعني رح يطعم بيصرخ يمكن يقول شيء ويدا كل المراسلين بيعملوه عفكا اي انا بقى يعني هلا انا هون لانو نحن الكاميرا بتكون اخدتنا من هون ما بتبين ايدي سو بيانتلي انو اللي مساور الفيديو ايخ دولارج عم قلل انو صرت على الهواء يعني انو بليز يروه لانو ممكن يقول حيالا كلمة وانا صرت على الهواء لما يصير اي سيبات عفكا عم بيقولي انو فيه فويس بعث وادا الشخص لحتى يوضح اللي صار ايه فيه فويس خلنا نسمع الفويس الفيديو يا زياد عم بيتدول بين العالم وعم بقولوا انو فيه اخر اهل عمي وفيه وفيه خبار 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 نحنا حبيبي ما بدنا نسكر الطريق هاته من الاخر نحنا ما بدنا نسكر الطريق نحنا بدنا نبطق السيركولاسيون نحنا بدنا نمشي على مهله وهيدا الكونفو experiencing لي كنت من الجمعة انا وهيدا الكونفو曾ي كنماشي عمهله وصلنا نحنا تحت الجسر لقينا الكاميرامين كل الام تي في وقف ووصلت لمودة الربورتر على الام تي في ونحنا ما بدنا نسكر الطريق ووصلت هي تعمل معنا مؤابله انا طلبت حطت من كوا الامن نحنا كنا معنا كان معنا نحنا مؤذرة كوالأمن حبيبي كانت ماشي قدامنا كوالأمن طلبت منهم قلت لهم نحنا فينا نوقف عشد آية أو خمس دقائق يمكن كلمان لأنه نعمل المقابلة مع الأمتي فيه قال لي معكم وقت حكينا مع كوالأمن بقى ما حدا يخبرك اخبار وحد يخترح حكي واجت البنت قلت لي نحنا صرنا على الهوى وانا كنت عم بحكي مع شاب وراي اجت هديتني بإيدي قلت لي انتبه انت صرت على الهوى بقى هيدا الفويس معلم بتسمع لكل واحد عم بيتزيكها تانكيو والله ابتعافشا والله عن جد احترنا انه يا أرعى متل ما بقوله انه ساعة الامتي فيه هي بوق للسلطة ساعة يعني بدي لكم شغلي انه ساعة ما منفتح هوا للمتظاهرين لأنه عم نسير السلطة ساعة عم نفتح هوا للمتظاهرين لأنه نحنا معهم ساعة عم نقلهم نقطعه طريق بليز يعني عن جد الاعلام عم بيجرب يعمل قدمة فيه لا يغطي ولا يسمع صوت كل الناس وكل اللي بدهم يحكوا بس يعني بفهم انه هيدا الفيديو يتم التداول فيه انا طلعت معكم هلا بعتبر حالي ببيتي قلت الحقيقة كاملة انا الشخص اللي وصل لي الفويس لانه كمان عم بيروح فيرل الفويس ما بعرف اذا هو عم بيسمعنا ما بعرفه للشخص اللي عملت معه المقابلة يلي هو طلع اللي نكازته فما بدي برر اكتر لما اطلع كمان انا انه والله قاعدين يعني على شغلي ما بتحرز هالقد نحنا طول عمرنا مهنيين وموضوعيين رح نضل مهنيين وموضوعيين رح نضل عم نعمل شغلنا وها هي ودعليك يعطيك الف عافية مارسي وابدهول لكل اللي عم يحضرونها خلصنا خلصنا لو سمحتوا خلصنا بقى حاش تعملوا فيك نيوز وفورورد لأشياء مش مظبوطة الام تي في هي تلفزيون لالكل وعم تنقل الواقع فبليز اذا بتريدو خفولنا بقى هالهرتقات طبعولكم لو سمحتوا مارسي وتانكيو فور واتشيك بايدووي تانكيو فور واتشيك ما حدا عم بأخفك جمعة الجيش بدالك طلع انا حون انا بدلتك اللي عم نطلع على هايف هيدا بيتي اكير هيدا بيتي بدالك أعطيك الف عافية والله يحميك مارسي يلا والله يحمي يلي بجلد ديب الشباب بسلمين عليهم والله يحمي كل الناس وكل المراسلين وكل الإعلاميين يلي تحت الشتة ويلي ما عم بينام ويلي من الصبح للليل ونحنا المحترم الجميع ونتمنى من الجمية يحترمنا Thank you, Joyce Thank you Bye Bye Bye